اشتركوا في القناة الذي ستحتضنه مملكة البحرين في الفترة من 11 حتى 18 من نوفمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع اللجنة المنظمة العليا لأسبوع بريف الدولي للقتال وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبدلها اللجنة المنظمة العليا للأعداد والتحضير لإقامة أسبوع بريف الدولي للقتال للمرة الثانية على التوالي الذي يشهد تنظيم حدثين مهمين في رياضة فنون القتال المختلطة العالمية هما النسخة الخامسة لبطولة العالم للهوى والنسخة الثامنة عشر من بطولة القتال الشجاع بريف مضيفا سموه أن اللجنة المنظمة العليا تتطلع لإبرازي هذا الحدث على الشكل الذي يخدم التطلعات في تحقيقه للنجاح والتميز المنشودين بأدف تعزيز المكانة المرموقة للبحرين وقدرتها في تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات العالمية وتعزيز مركزها المتقدم في رياضة فنون القتال المختلطة وقد طلع سموه على شرح مفصل من عضو اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية لإسبوع بريف الدولي للقتال للخطوات التي اتخذتها اللجنة في تشكيل اللجان العاملة واعتماد التصورات النهائية وبدء التحضيرات موجه سموه بضرورة رفع وطيرة الاستعدادات للوصول للجهازية المثالية قبل بدء انطلاق فعاليات ومنافسات هذا التجمع الرياضي العالمي وقال سموه بداية نبارك جهود جميع أعضاء اللجنة المنظمة العليا لأسبوع بريف الدولي للقتال كما نشيد بجهود اللجنة التنفيذية في أعداد وبرمجة الخطة الزمنية لانطلاق مرحلة التحضيرات لإقامة هذا الملتقى الرياضي العالمي هذا الملتقى الذي تحتضنه البحرين للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الباهر الذي حققته في النسخة الأولى العام الماضي الذي منح البحرين ثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة باستضافة النسختين الخامسة والسادسة من بطولة العالم 2018-2019 وأضاف اسمو الشيخ خالد بن حمد كل ذلك يؤكد على المكانة التي وصلت إليها البحرين على المستوى الرياضي بفضل دعم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة لأبنائه الرياضيين والرياضة الذي كان له الأثر الطيب في تبوء رياضة البحرينية مكانة متميزة على الساحة الرياضية الذي منحها تحقيق نتائج وإنجازات مشرفة في مختلف البطولات والمحافل القارية والدولية وتابع سموه لقد ساهمت متابعة وجهود أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لدعم مكانة البحرين ووصولها لمركز متقدم في رياضة فنون القتال المختلطة التي أصبحت من خلاله منافسا قويا للدول التي سبقتنا في مجال هذه الرياضة العالمية ترجمة نانسي قنقر